السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجزائي الطلب أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في سلسة محاضرات وموضوعات متقدمة في الفقريات وهي المحاضرات هذه المحاضرات موجهة إلى طلبة الدراسة تعليم ماجستير فرعي الحيوان قرص علوم الحياة قليلة علوم جاوعة بعداد المحاضرة هي تحت عنوان هي محاضرة الثامنة في هذا الفصل الدراسي هذه المحاضرة ستتكلم عن الخدمات التي يمكن أن تقدمها للنظام أو كيف تؤثر هذه على هذه هي أما أن تؤثر عليها أو تضرها أو أما أن تكون هي مؤثرة فيها إيجابيا أو سلبيا لذلك تعرف على مجموعة من هذه في هذه المحاضر المحاضرات هي باسيطة جدا وسهلة وليس فيها أي نوع من أنواع التعقيد سنتحدث عن أول شيء الانتاج الأولي لازم نعرف أنه ضروري للنظمة البيئية على النطاقين المحلي والعالم لماذا؟ لأن الانتاج الأولي يربط طاقة شمسية والطاقة البايولوجية ويؤثر على دورات المواد الماتيريال سايكلز وفي النهاية يوفر هذا الانتاج الأولي نتاجا أو نتاجا أساسيا للإنسان لأنه الإنسان يستغل كل شيء بصراحة بما في ذلك الغذاء والوقود الحيوي وتؤثر لها فقريات قد تؤثر لها فقريات هنا بشكل إيجابي كما أسلفنا أو سلبي على الانتاج الأولي من خلال التفاعلات المباشرة وغير المباشرة البولي نيشن أول شيء أول شيء نتعضف عليه هو البولي نيشن ونحن سبق ونتحدثنا عن البولي نيترز في محاضرات سابقة ما يقرب من ثلاثة أربعة جميع النباتات وثلاثة جميع المخاصين من حيث الحجم تعتمد إلى حد ما على الملاقحات على البولي نيتر توفر الحشرات معظم التلقيح المعظم التلقيح الذي يجري بواسطة الحيوانات في النظم الطبيعية والزراعية على مستوى العالم في الهبيتات غير الخاضعة للإدارة يعني اللي هي البرية يسهل التلقيح يسهل التلقيح لإنتاج الأولي الذي يدعم النظم الطبيعية بيكملها وقد يجعل التلقيح غير الكافي إذا هناك تلقيح غير الكافي بهذه الموائل غير قاضعة للإدارة فهنا النباتات يمكن تكون عرضة للإنقرار ليش؟ لأنه الخصوف سوف تقل ومجموعة البدو والفواقع والتنوع الجيني كله سيقل بسبب عدم وجود تلقيح قبيعي في النظم الزراعية تكون الملكحات اللافقارية الانفرتبريت بولينيتر مشؤولة عن الإنتاج الناجح لمعظم الخضروات معظم الفروت معظم المكسرات والبذور ومحاصيل الأعلاف التي تدعم إنتاج الألبان والثروة الحيوانية ويمكن أن تهدي ندرة الملاقحات إلى زيادة تكاليف الإنتاج عن طريق تخرير محصول وجودة المحاصيل أو حتى فشل في المحاصيل بشكل عام تتكون الملاقحات اللافقارية إلى حد كبير من الحشرات وخاصة النحل البري النحل البري والنحل المسيطر عليه المانجد في بعض الأحيان هناك من يقوم بعملية تربية النحل من أجل أن يطلقوه كملاقحات في النظم الزراعية الاندر كونترول المانجد إجري كالتشل سيستم إذا جئنا نتحدث بلغة الرقام فإن القيمة الاقتصادية لتلقيه المحاصيل اللافقاريات التي تتلقح من قبل اللافقاريات في الولايات المتحدة تقدر بـ وثلاثة وستة وستين مليار دولار سنويا للملاقحات الطبيعية الأصلية غير النون منجد يعني وثلاثة وسبعة إلى تلتعاش مليار دولار سنويا لنحل العسل الأوروبي هذه القيمة القائمة على الإنتاج التجاري ربما تكون أقل من قيمتها لأنها لا تأخذ في الاعتبار قيمة الملايين من الدولارات مثلا لحديقة المنزل والتلقيح النباتي الطبيعي لأصحاب العقاء البيوت أو العقارات أو الذين يعملون في الهواء الطريق أو الذين يحبون الطبيعة ومع ذلك يمكن لللافقريات المفترسة أو الطفيلية أن تقلل أيضا من خدمات التلقيح اللافق الكم هو الحال في انخفاض نعل العسل بسبب غزو المايت في بعض الأحيان هو نفس يؤثر على انفرتبريت آخر في كفائتي فالأبس المشهور يعني نحل العسل اللي هو ملقح من الدرجة الأولى يمكن أن يتأثر وينخفض مستواه بسبب غزو المايت بشكل العام فإن المعظم الحيوانات تقوم بعملية نثر أو نشر البذور لمسافات معينة بشكل العام الانفرتبريت هي ليست جيدة في نقل البذور لأنها تقوم بنثر البذور أو نشر البذور لمسافة بسيطة short distance أقل من 10 متر لبعض النواع النمل طبعا مقارنة بال الانفرتبريت وينج اللي هو أكثر من 10 كيلو متر ممكن تنقل البذور في ذلك هيعتبر الانفرتبريت بالنسبة الانفرتبريت هو ليس جيدا على رغم أنها تقوم بالسيط dispersal واحدة من الخدمات التي تقوم بها اللي فقريات هو عملية الدي ماذا لانا بالدي قوم بوزيشن الدي قوم بوزيشن هو عبارة عن عملية يتم من خلالها تكسير المواد العضوية الميتة إلى مواد عضوية أو غير عضوية هو عبارة عن تكسير المواد العضوية الميتة إلى مواد عضوية أو غير عضوية طبعا بشكل عام يدخل معظم الإنتاج الأولي في نهاية المطاف إلى شبكات الغذاء شبكات الغذاء تكون اللافقريات هو المستهلك السائد وتعمل أيضا اللافقريات على إزالة المخلفات المتقطعة على جزئات دقيقة بحيث يمكن استخدامها بسهولة بواسطة الكائنات الحية الدقيقة وهذا أتوقع أتكلمنا عليه في محاضرة سابقة وتستطيع أن تنتج موسمة بالفراس هذا الفراس هو عبارة عن فتراكيب دقيقة تشبه البوترة أو مثل الخشب المثقى بالهش هذا ينتج عن نشاط بعض أنواع الحشرات هذا ما يسمى بالفراس وحتى اللافقر بعض أنواع اللافقريات مما يزيد من وجود المغذيات الضارة كما تعزز اللافقريات التحلل عن طريق عن طريق بواسطة أنها تقوم بنشر بعض أنواع البكترية والفرنجاي كما يدعم التحول بواسطة اللافقريات الإنتاج الثاني ويعزز تكوين التربة والرواسب المائية ويحافظ على هيكل النظام الإيكولوجي ووظيفته في شبكات الغذاء البنسك القاعية في المياه العذبة والمياه البحرية يمكن للفراقريات عادة توزيع وتغيير المغذيات داخل النظام البيئي من خلال استهلاك وهضم النباتات والمخلفات وعن طريق تحريك المواد وعن طريق الاصطلاب الباريولوجي والتأكل الحيوي ويمكن تؤثر اللافقريات أيضا على التوزيع المكاني للمغذيات بين النظم البيئية المختلفة تؤثر اللافقريات بشكل عام على حركة المياه داخل النظم البيئية وفيما بينها داخل النظم البيئية شون يتأثر اللافقريات على تدفق الماء أولا هناك اللافقريات تسمى بالديتريفورس انفرتبريتز هاي الديتريفورس انفرتبريتز تساعد على وهي طبعا هي عبارة عن انفرتبريتز تتغذى على الحيوانات الميتة تساعد هذه تزيد من كمية اللتر من كمية القمامة كمية القمامة هاي اولا هناك ما يسمى بالبروينج سويل انفرتبريتز اللي هي ديد عن الارض مثلا نقوم بحفر التربة أيضا هذين كلاهما اللي هي ديدروفورس and بروينج سويل انفرتبريت كلاهما يزيدان البوريسيتي يزيدان البوريسيتي اوكي ينكريز سويل بوريسيتي وكلاهما يعززان شنو يعززان المعدلات التسرب اوكي تزيد مسامية التربة وبالتالي يعززان معدلات تسرب او تدفق الماء على العكس من ذلك على العكس من ذلك تقلل بعض انواع اللافقريات وخصوصا تلك التي تنتج ال ال المادة المسحوقية القوام التي تنتجها تؤدي الى شنو تؤدي الى تقلل مسامية التربة اوكي تقلل هذه اللافقريات لانها تنتج هذا الباودر فتقلل مسامية التربة وبالتالي تقلل معدلات التسرب اكلات العشاب اللافقرية تزيد من فقد مياه النبات عن طريق اثلاف انسجة النبات وتسمح لمزيد من الامطار بالوصول على الارض عن طريق تقرير الغطاء المظلي غطاء النباتي من يقل غطاء النباتي من يقل او الغطاء المظلي بعض انواع الشجيرات او النباتات لما ننتقل شنو التربة تمتص كل الماء اوكي وبالتالي تسمح لمزيد من الامطار بالوصول وهذا ايضا يؤثر على مسامية التربة سابق كان عن الانضبط اما الآن سنتحدث عن الكائنات الحية القاعية في كل من انظمة المياه العذبة والانظمة البحرية اللي هي بنتك الانظمة هذه الكائنات خاصة تلك التي اللي هي اللي هي اللي هي تقوم باختراك الكائنات التي تختلك الانظمة او التي تغذى على الرواسد اللي هي يسموه كلاهما يزيد من دوران المياه من 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 انكليز بور ووتر اللي هي حركة المياه ودوران المياه المسامية وتزيد من المياه في الرواسب مما يؤدي الى طمس الطبقة الحدودية اختفاء الطبقة الحدودية بين الماء والراسب هناك طبقة بين الماء والراسب هذه الكائنات تزيلها اوكي وبالتالي تؤثر على حركة الماء في هذه النظم اللي هي النظم الفريشووتر ومارين سيستم في النظم البيئي البحرية في النظم البحرية هذه الكائنات اللي هي بوروينج اوغانيزم مثل الديدان اللي هي تسمى بال النيرس اللي هي بوليتشيت وورم مثالها النيرس او اللاق وورم اللي هو الارينيكولا وكلهما مر علينا سابقا هذه تزيد هذه كائنات من قابلية المياه على تبادل على التبادل من تبادل المياه المسامية بشكل خاص في الرواسب الساحلية الضحلة من خلال قابلتها على الحفر طبعا الانفرتبريتز معظم او العديد من اللافقريات يمكن اعتبارها ك مهندسية نظام البي ماذا نعني بهذا المصطلح بال الكائنات الحية التي يغير وجودها او نشاطها محيطها المادي او يغير تدفق الموارد وبالتالي يؤدي الى تعديل او انشاء الهابيتات والتأثير على الانواع المرتبطة بها تتراوح هذه التغييرات في الهابيتات من التعديلات على الانطاقة الجغرافية والبوليجي الى التنوع البوليجي وتساعد ايضا على الحفاظ على التنوع البوليجي ودورات المغذيات والكيمياء الحيوية والبيئات المادية على سبيل مثال بعض انواع الشعب المرجانية اللي هي تحتوي على هياكل ثلاثية الابعاد ثري ديمينشن ستركتشير يمكن ان تعمل كهبيتات لمعظم انواع الاسماك الساحلية وتحمل المجتمعات الساحلية مجتمعات البحرية الغوية كما هو في الصورة المرفقة ثانيا وهي خدمات الموارد طبعا تعرفون حضراتكم انه الموارد يمكن ان تكون موارد طبيعية والموارد الطبيعي يمكن ان تبدأ بها بالغذاء معظم انواع العديد من اللافغريات يتم استزراعها بما في ذلك الكشريات والرخويات على مستوى العالم يعني لماذا تستزرع تستزرع لانها تستخدم كغذاء لتربية الاحياء المائي مثل الروبيان الذي يتغذى على الجنبري اللي هو يسمو البرون والاسماك الحشرات من جهة اخرى التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والسعرات الحرارية ايضا يمكن تشكل نسبة كبيرة من بعض الأنظمة الغذائية حتى البشرية بالإضافة لذلك تعتبر الرفقات الأخرى بما في ذلك قنادي البحر أطعم الشهية يستهلك البشر أيضا المنتجات التي تصنعها اللافغريات مثل طبعا عسل النحل السلع المنزلية وموارد الزين طبعا العديد من اللافغريات العديد من اللافغريات توفر السلع المنزلية الشائعة خير مثال عليها أول شي هو خير مثال عليها واستخراج الحرير من شران لكتودة القزج التي تسمى بومبكس موري الحشرات التي تسمى بالسكيرل إنسيك تستخدم مفرازات هذه الحشرات على نطاق واسع لإنتاج ما يسمى بالشيلك وهو عبارة عن مادة ريزن تفرز من قبل حشرة اللاكبك ونثى حشرة اللاكبك التي تسمى بالكيرية لاكبك والتي تعيش على أججار في غابات الهند وتايلاند هناك أيضا الصبغة الحمراء الطبيعية التي تسمى Natural Rate 4 وهي صبغة تستخدم في مستحضرات التجميل وحتى في الأصباغ بشكل عام والتي يتم استخداصها من الكرمس فرميلو وهي نوع من أنواع الحشرات التي تفرز هذه المادة ويتم استخداصها من الحشرات الميتة للكيرمس فرميلو كاستخدامات أخرى مثلا على سبيل المثال السفنج البحري يمكن أن يستخدم في تطبيقات مختلفة بما في ذلك التنظيف المنزلي بما في ذلك بطانة الخوض لأنها يمكن تكتب علامة قوية أيضا بعض الشعب المرجانية واللافقريات البحرية يمكن الحاوي على كربونات الكاليسيوم يمكن تستخدم كمواد بناء وذلك لأنها تختبئ على بعض المتيريال التي يمكن تستخدم في مواد البناء مثلا عندما تكون متحجرة أو في الطبيعة مثلا بعض الكهرمان وارد سورته في هذه السلايد أيضا بعض المتحجرات المتحجرة يمكن أن تستخدم في كمحولية ومتجوهرات إذا تلاحظون حضراتكم فيها الصور أدناه كما هناك بعض الفقريات ممكن تنتج منتج زخرفية أيضا باهظة الثمن جدا كما في ذلك كما هو في اللؤلؤ والمرجان الأحمر بايا بايا كيميكول ومتجوهرات تمثل في حضراتكم الانفرتيبريت بشكل عام يمكن أن تفرز مجموعة من البايا كيميكول كومبون وسبق وإن حدثنا عن هذا الموضوع في محاضرات سابقة طبعا هناك العديد من الانفرتيبريت التي تفرز مثل هذه المواض سنأخذ ممثلة منها والإمثلة القديمة مطلوبة وهذه أيضا مطلوبة مثلا الحشرات تفرز الحشرات هرمونات مواض مستخدمة في تحديد النسل معززات التئام الجروح والعوامل المضاد للفيروسات والعوامل التي تستخدم في علاج القلب في الكارديوتونيك فاكتاز قنافذ البحر مثلا مثال آخر تحتوي على مادة الهولوثورين التي تستخدم لعلاج الاضطرابات في تسمى الاضطرابات التاجية اللي هي الشرايين التاجية وحتى تستخدم في العلاج السراطان الأخطابطات مثلا على سبيل المثال الأكتوبوس يمكن أن تنتج موات تستخدم في تخفيف ارتفاع ضغط الدم الهايبرتينشن أيضا السفنجيات بشكل عام يمكن أن تتمتع بإفراز خصائص بمواد ذات خصائص مضادة للفيروسات والتي يمكن أن تكبح أو تقلل من تأثير نزلات البرد بشكل عام بشكل عام الذي يفرز من السكليتون أو سم كريستيشيا بعض القشريات يمكن أن تستخدم في علاج الاتهابات الفطرية يمكن أيضا أن تساعد في شفاء الجروح وتقتل الخلايا الخبيثة الماليقنان سيرز وعلى الرغم من كل هذه الفوائد لبعض البيوميديكال كومبونت فإن بعض اللافقات الأخرى يمكن أنه تؤدي إلى هارم فول ستينج أنت بايت يمكن أنه لدغات ولدغات ضار هذه لدغات الضار تخلق حاجة لتطوير واستخدام المواد الكيميائية الحيوية والمستحضرات الصيدانية على سبيل المثال يتم استخراج مضاد السموم اللي هو انتي في نوم يمكن استخلاصه من عدة أنواع من العقارب والعناكب والقراد وحتى قناديل البحر ونبدأ بالووتر كواليتي أولا لازم نعرف أنه بعض النواع اللافق قريات لها قبل على ترشيه الجزيات الملوثة في الماء وخاصة تلك التي تكون مصابة التي تعاني من والتلوث والتلوث بعض نواع الفقريات لها القابلية على أنه تقوم بفلترة الملوثات غالبا ما تشمل في المياه الضحلة تشمل على والتي لها القابلية على أن ترشح عمود الماء وتقريرا لها القابلية على أن ترشح 10% إلى 100% من الواتر كولوم الحشرات واللافقية الأخرى أيضا تساهم بعملية نقل الطاقة والمغذيات من عمود الماء إلى أعماق معينة ويمكن أيضا للبيبارب موليسكي يمكن لها أيضا أن تقوم بآليات معينة بإزالة الملوثات السطحية وتساعد في الحد من التوكسيك فايتو بلانكتون بلومز من ازدهار العوالق النباتية السامة الانفرتبريت لها قبلية على الحفاظ على الواتر كواليتي من خلال عملية الفلترة التي تقوم بها بشكل عام الانفرتبريت يمكن اعتبارها معشرات بايولوجية مهمة لجودة المياه يعني بايو انديكيتر بور جود واتر كواليتي يستخدم وجود وعدم وجود اصناف معينة في بروتوكولات التقييم البايولوجي لفحص تغير المواطن المائية وجودة المياه في النظم البيئية المائية احد احد الامثلة جدا مهمة هو الزبرا مسل واحد من العواقع المائية يسمى دريسينيا بوليمورفة هذا الدريسينيا بوليمورفة له القابلية على انه يرشح الماء بطريقة جدا واضحة وكبيرة يعني ترشيح مفرط للمياه مما ادى الوجود هذا الدريسينيا بوليمورفة الى تغيير في مجموعة من البحيرات الانخفاظ كبير في مستويات العوارق وزيادة لكلاريتي أوف ووتر كلاريتي اللي هنا قاوة الماء اذن له اهمية كبيرة في عملية الحفاظ على مستوى الووتر كواليتي بعض انواع الانفرتبريت فود ويب ستيبل يساعد التنوع التصنيفي العالي هاي تكسينوك داييفيرسيتي ان بايو ماس والكتلة الحيوية الواضحة في السلاسل الغذائية وفي الشبكات الغذائية يساعد في الحد من التقلبات في تكوين المجتمع وكثافة التفاعلات داخل شبكة الغذاء وقد وقد ينتج عن زيادة الاسراء في الانواع تكرار الوظيف كافي للحماية من اي اضطراب معين اذا لا يوجد هناك نقص في بعض الانواع بحيث يصير هناك اضطراب في علاقة مثلا المفتلس بالفريسة والكونسيومر بالبروديوسر والى اخر فاذا موجودة بكمية كبيرة ومتنوعة وعالية وذات كل التلاحية واضحة فلذلك لا يمكن ان تحدث تقلبات في تكوين المجتمع وكثافة التفاعلات داخل شبكة الغذاء تعمل لا فقريات كمظائف لعدد لا يحصى من التفاعلات ومسببات الامراض بالاضافة الى ان لا فقريات ايضا يمكن ان تكون حيوانات مفتريسة ويمكن ايضا ان تكون طفيلية ويمكن ايضا ان تكون ناقلة للمرض يعني هي اما ان تعمل كمظائف او ان تعمل كحيوانات مفتريسة او ان تعمل كطفليات او ان تعمل كناقلات للمرض وذلك ونظرا لان عدد الانواع لا فقريات لا يزال غير معروف لان هناك بعض الانواع غير غير مكتشفة فان عدد مسببات الامراض والطفليات التي تستخدم اللا فقريات كمظائف هو غير معروف ايضا ومع ذلك فان مسببات الامراض والطفليات هي مكونات مهمة للنظام البي والتي تنظم اليه مجموعة من المظائف والتفاعلات والانواع والى اخره تنتقل عديد من امراض التي تصيب البشر عن طريق ناقلات لا فقري عن طريق بيكترز بما في ذلك مرض مثلا لايم ديزيز والذي ينتقل عن طريق القراد ومرض مثلا يعني يمكن ان ينتقل عن طريق البعوض كنا عديد من الامثلة الاخرى حول الامراض التي تنتقل 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 تقريبا تسحة من الامراض الثلاثة عشر ذات الاولية التي حددها برنامج الخاص بالبحث والتدريب في مجال امراض مناطق التروبيكال آرية او تروبيكال ديزيز اما ان تنتقل هذه الامراض التسعة اما عن طريق ناقلات لا فقريات مثل الملاريا وحمضانيك ويعني ملاريا دانك فيفر انكو سيريسياسيز اللي هو مرض يتسبب عن انكو سيركفوروس والذي يسبب العمر والذي ينتقل عن طريق الحشرات او استخدام اللا فقريات كمظائف مثلا كما هو الحال في الشيستو سومن يمكن تستخدم الانفرتبريت وتلاحظون حضراتكم دولة حياة الشيستو سومن تتضمن بعض القواقع المائية ك انفرتبريت حوست فلذلك هنا اللا فقريات اما تكون مظائف او ناقلات او هي التي تسبب المرض بنفسها هي هكذا تنتمي لها مجموعة اللا فقريات مع ذلك فان العديد من اللا فقريات يمكن ان تتحكم في ناقلات الامراض اللا فقرية يعني لا فقريات معينة يمكن ان تسيطر على لا فقريات اخرى لا فقريات معينة يمكن انه تسيطر على اللا فقريات الناقل الامراض على سبيل المثال مثلا مجموعة متنوعة من نفس الـ RG تفتلس القراد في الطبيعة تعتبر اعدائها الطبيعة وتفتلس القراد في الطبيعة وتمنعها عند ذلك يقل لـ Lime disease ليش لأن هناك مجموعة من الانديدان الخيطية العناكب العث النمل التي يمكن ان تفتلس القراد وبالتالي فان Lime disease يقل ليش لأنه فترس من قبل اعدائها الطبيعيين بالإضافة لها يمكن أيضا أن نطور الأعداء الطبيعية مثلا لمكافحة ناقلات الأمراض مثلا أسمي المثالية دارة بالهاريزية شستوسومياسيس الذي يتسبب بواسطة طفليات تنتمي إلى مجموعة التريماتودة اللي هي شستوسومو هيموتوبيوم شستوسومو منسيناي شستوسومو جابونيكم والتي يمكن في دولة حياتها أن تستخدم القواقع كمظارف وساطية يمكن أن نسيطر عليها بواسطة أنواع مثلا من السنير التي هي لا تكون هوست للتريماتودة وإنما تكون منافسة للهوست الذي يضيف أو الذي يستضيف العوامل المراحل اليارقية للشستوسومو فإذا هناك منافسة بين العواء بين السنيرز السنيرز الذي لا ينقل الشستوسومو والسنيرز الذي يمكن أن ينقل الشستوسومو بيست انفيدر كونترول هنا يستخدم لفقريات للسيطرة على أنواع الغازية وعلى الآفات كيف يحدث ذلك؟ يحدث ذلك عن طريق ما يسمى بالمكافعة الحياتية البوليجيكال كونترول أو البايو كونترول وهو استخدام الكائنات الحيية التقليل يوفرد مجموعة مثل الآفات مجموعات الآفات وبالتالي تقليل الضرر الناجم عنها تتحكم اللافقريات في الحشرات التي تنتمثل تغذي المحاصيل وناقلات الأمراض من خلال التطفل أو الافتراس المباشرة وانتقال الفوروسات والبكتيريا والسموم ترجمة نانسي قنقر